لكن على مستوى العلم على مستوى التطبيق الاستفادة من مسألة الخلايا جزاية ده بيتم في مصر بشكل متقدم بص في مرض زيك زي برة اللي هو علاج سرطان الدم وده حقيقي قائم بشكل ممتاز في 57 في محد الأورام في الأصرعيني في جامعة عين شمس في المؤسسات اللي بتتعامل مع الأورام الأورام الجزء ده كويس قوي في الجزء البحسي يمكن مؤسسة مجد يعقوب عندها مركز بحسي كبير جدا 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 زوته عملوا سمام قلب من الخلايا الجزاية عملوا عضلة للقلب من الخلايا الجزاية ففي أماكن اللي فعلا بيدرها ناس بتقدر العلم لعندها أبحاث إلى مستوى العلم لأي درجة ده يغير شكل التعامل مع الأمراض المستعصية في المستوى في أمراض يعني انت وصلت لأخر ولا لسه انت قدامك طريق مفتوح طريق مفتوح بس يعني خلينا نكلم عن السكر يمكن العلاج ولكن الأبحاث ما بيتصرفش عليها لأن فيه ضغوطات من شركات الأدوية مش عايزة أن انت لو عملت علاج خلصت على مصنع أدوية ففيه ضغوط بقى ومعراض مؤينة طبعا على مستوى العلم لكن الأمراض اللي ملهاش علاج فعلا زي سرطان الدم أنيمية بحرمتوسط نقص المناع الحاجات دي لا العلاج مش فيها كويس هل احنا وصلنا لمرحلة تعويض أعضاء معينة كنتم تتكلم دلوقتي على أبحاث اللي بيتم في مواسطة دكتور مجد يعقوب هل احنا وصلنا بقى لمرحلة احنا شفنا من أسبوعين كان فيه العالم كله بيتكلم على عملية زرع وجه كامل احنا ده بيتم بالخلية الجزعية الخلية الجزعية هنا لما باجي أعمل سمام أقدر أعمله عشان أعمل 3D structure كيان شكل كامل عضو كامل صباع صباع بالضبط قلب السويدة عملت قلب قلب كامل واشتغل وتزرع في بني آدم في بني آدم فده بس ده تكلفة عالية جدا جدا أول الطريق أول الطريق فهنا في مصر طبعا هنا في مصر مشتغل على الحتة والأبحاث عند دكتور مكدي حتة من الجسم بتعمل سمام قلب لكن انت عندك مثلا دلوقتي بتعالج حالات سرطان دم فعلا طبعا بثير في المؤسسات الحكومية 57 ومعهد الأورام والأسرعين معهد الأورام بيستخدم الخلاج جزعية طبعا وبتديب نتائج لو لقيت متبرع متطابخ مية في المية الشفاء نسبته مية في المية أنا حقول جملة أقول لي إذا كانت صحة ولا غلط لو اتنين دلوقتي بغض النظر عن القدرة المالية معهم فلوس معهمش فلوس اتنين راجل ومراته تجوزوا وجابوا بيبي جابوا طفل ييجوا يخزنوا خلاج جزعية هتنفعه هو وإخواته والأب والأم يعني دي كبوليس التأمين بوليس التأمين ضد سرطان الدم بدأت اشتغل في موضوع ما نعمل 2008 إيه اللي خلاجت تبدأ فيه واحد صاحبنا في المدرسة جاله سرطان في الدم قصة حاجة شخصية شخصية إحنا بدأت قمت خصصنا بس عمري ما كنت بشوف العيان بيعمل إيه بعد ما يعيه أنا كنت بشخص العيان وخمس وامش ده عديت معاه مرحلة سفر ألمانيا وفي ألمانيا كانت أخته بتولد في مصر فالدكتور قال طب هتولنا الخلاق جزعية بتاعت أخته البيبي اللي بيتولدنا عالجه بيه ما هو ده هيعالجه قالوا لكم كيف قالوا لنا كيف ما عندناش والأسف توفى في 2007 فخدنا عهد كأصحاب على فكرة اللي عامل ما الشوء ده أصحاب أنا الوحيد لدكتور ومعي ثلاثة أطباء ثانين لكن الباقي كلهم أصحاب هذا الشخص وملوش فترة صلاحية الحبل السوري أول عينة تخزنت سنة 88 ففترة الصلاحية هما بكل سنة بيقيسوا العينة دي عيشة ولا لا فمن 32 أو من 33 سنة العينة اللي اتشالت من 33 سنة لسه عيشة فده الرفرنس بتاعنا يعني من فاشل قولك هتعيش العمر كره طب جبت الرقم ده منين أنت عندك أنه مصبت علميا 38 لحد النهار ده لسه عيشة وضع أنه لسه يعني ممكن كمان مع تطوير الأبحاث زي ما حرج تكلم أنه مجموعة الأمراض اللي تحتاج علاج من الخلاج زعية زي بيبقى عندك علاج لعدد كبير من الأمراض بيبقى خلي بالك هنه عندنا نوعين من الخلايا دي نقطة مهمة جدا عشان اللعب على مشاعر الناس ما قبل الولادة السبع وسبعين مرات دول ما قبل الولادة هي دي اللي بوش عشان هو متدين ما منحها لانه متدين لأن انت بتجهد روح عشان تاخد الخلايا الحمد لله احنا هنا في مصر ما فيش كامل بعد الولادة